لكن مبارح كان فيه فرحة كبيرة جدا مش بس عشان الارجنتين عشان محبي ميسي زي ما حضراتكم عارفين من العالم كله بالملايين فعلا يعني لأ حاجة كانت جميلة وبرضو المشاهد اللي احنا شايفينها والتتويج اعتقد كانت كلها مشاهد حلوة وفكرة برضو اللي هو يلبس العباء الناس قعدت برضو تقولك بس ده عندنا احنا بقى مش بره يعني بره محدش بتكلم بالطريقة دي احنا اللي بنتكلم بالطريقة دي نسعى لقت وهو ليه يلبس البتاعة دي طب هو ده معناه ايه طب ده حاجة حلوة حاجة وحشة يعني هو كده بيتنصر من اصول عارف كلما لوش اي معنى كلما لوش اي لازمة عادي لقطة لطيفة عشان هو معمول في قطر فالامير بيلبسوا العباية حاجة كرمز كماركتينج للبلد يعني انا مش شافة ان كان فيها اي حاجة بالاكس كانت لقطة حلوة جدا فلا بجد كان مبارح ماش اكثر من رائع حاجة غير متوقعة كمان سير المباراة ابدا يعني مبارح لو انتوا ترقى قبل المباراة كده ترجع بكل التحليلات اللي قبل كده الموجودة بتاعت كل الاستوديات التحليلية اللي يقولك سير المباراة بين الارجنتين في النهائي وفرنسا عمر بحد كان يتوقع ده يعني عمر بحد كان يتوقع سير المباراة بهذا الشكل فعلا كانت حاجة محترمة طيب خلينا بقى نتكلم كمان عن ضربات الجزاء ضربات الجزاء يعني كنا الى حد ما متوقعين ان حارس مارمى الارجنتين مارتناز ان هو يعني هيكون نجم زي ما بتقال الشباك وفعلا قد كان هو نجح فعلا ان هو يسد دربتين جزاء عشان تقدر ان الارجنتين تفوز على او تفوز باغلى لقب يعني في تاريخها حرفيا زي ما بتقال كده فاقوى نسخة لكاس العالم فعلا اقوى نسخة لكاس العالم